نهاية بحثينا ويسان بن حسين أهلا وسهلا بك شننتقلوا مباشرة لفرنسا البريز وينستنى فينا صديقنا أمين إجلنزا أمين إجلنزا من أمام التوريفيل برعاية رونو في تغتياء خاصة لدورة رولانغاروس تفاصيل القضية اللي بيش قدمها الصحفي المتميز أمين إجلنزا بقناة الجزيرة وكل القنوات العربية بعد ما سرقوله ديكراسيون طيعه متاع أنس جيبر النجم الأكبر في دورة رولانغاروس 2024 سرق الأضواء من الدنيا الكلة مين صباح النور صباح النور خالد صباح الانتسارات صباح الدورة الربع الانهائي وإن شاء الله المروج الانهائي انهائي وعليش ليه تحقيق اللقبين القضايا تحطني إيش خوية رسل أسمع مسائل العلمة العربية جاهلة نتعامل مع واحدة منهم على الأقل تمركل عليك وبرافو على التغتية اللي قاعد تقوم بها وبرافو على الأسألة اللي قاعد تسأل فيها أحرشت الطفلة البارح تقول لها فتسليش معناها مش نرمال مش نرمال يا واحدة واحدة للفينال أما الأهم والدكلاراسيون اليوم كنا عملت الأكثر فيوف من اللي بدأت دورة رولونغاروس تو ميديا كونفونجو هي الدكلاراسيون بتاع أنس جيبر على القضايا الفلسطينية وكان هذا أثر سؤال من السيد الصحفي أمين كلانزا برافو صديقي شكرا لك خالد الحقيقة ليس من السهل أن تطرح سؤال يتعلق بالخضايا الفلسطينية في دورة رولونغاروس وسط الصحفيين الجانب وليس من السهل أيضا أن تجيب أنس جيبر بتلك الطريقة أنس جيبر اللي على مستوى عالي معناه كانت إيجابتها الحقيقة اتصاليا أنس جيبر منتزة في استعمال الكلمات في توصيل الرسائل فمش منبر أفضل من ندوة الصحفي في دورة رولونغاروس طبعا تطوء على القضايا الفلسطينية جاءتنا شوية أنت قضايا تقال لك الصحفي يعمل في الشعبية وأنت جيبر المحقاش تحتي على القضايا لأحنا دائما نذكر بما يحدث في غزة ودائما موسين دا وتضامن مطلق مع القضايا الفلسطينية بإنا بما أنه تلقيت هالرسائل الشكر هذي كله والشهادة من عندك بشنا عاوضوا نتفاوضوا خالد شوفوا الشرفة ساعة وشوفوا الفلسطينية على تورة ريفل هذي ساعة أصدقائي أصحاب الشقق قال لك ما يساعدنيش احنا بشنو أخوية يتخذ منها في الشرفة بشنا عاوضوا نتفاوض يجب أن تخلصنا ساعة في الشرفة هذي لولا اهلا زيدك كيف كيف بشنا نتفاوض مع المستشهرين رونو خاصتنا ولو يدعشي كيف كيف رفنا عاوضوا نتفاوضوا بشنا عاوضوا نحكيه ربع نهائية ومشي نصف نهائية خالد نوكل الحزبة تبدلتها الحزبة مش تبدل كياني الحزبة مش تبدل اي هاي طبعا طبعا الحزبة زود بدل أسمع وانس مشي نصف نهائية إن شاء الله ونهائية وعليش دائم نحكولش اللقب إن شاء الله أسمع نحكينا اي خلال الفريقان قلت لك إيس كي سي بوصيبل قع نتفارج كالش فيانتك قوية قوية ربي قلت لك أنز إس كلا ينشانس بالحق ولي قلت لها هو تمشي للانكاردو فينان ذا يقبل مات قلت لتمشي للانكاردو فينان الوقت توتاي فوسيبل طبعا 50-50 توا فيما يخص تحقيق اللقب ماتش بار ماتش وانسرا وما تخزرش للدرو ما تخزرش للتراجوسور ما تعرفش اي ما تعرفش شكومش تلعب في الدورة النصف النهائي دي ما تقول لي نحكي ليش على الدرو في ندوات الصحفية دي هالبارح شفنا بلشها ماتوريتية شفنا نلوضج كبير من أنص الحاجة اللي فرح أنها تغير تكتيكة تغير استراتيجية بناء على المنافس أو المنافسة اللي تواجهها في دورة رانوغاروس شفنا ممكن مجموعة واحدة كانت سيئة لأن انس جابر ضد كاميلا ماريا وسوريو المجموعة الثانية الباقي كل ما شاء الله خمسة على خمسة انس جابر حتى الأخطاء اللي قامت بها في المباراة لولا والثانية تجاوزتها والمردود تتحسن على جميع المستويات فنيا بدنيا ذهنيا انس جابر في كامل حمد لله في كامل ثاقتها في كامل قوتها في دورة رانوغاروس وحاجة بها انو التقس تحسنة وهاي فما شميسة ظهرت اليوم في باريس لذا هذا تؤثر ايجابيا على الدورة وعلى مستوى اللاعبين لكم البارح بعد المباراة كانت فما شوف من انس جابر كانت فما تفاعل ياسر سبونتاني من انس بما انو الجماهير تولسيلي كانت حاضرة كانت تتغني وتساند كامل المباراة مباراة انس جابر غنية غنية يعرفوها تويسا كل ديما تتغنى في مباراة المنتخب الوطني في كورت قدم كورت يد كورت السلة دائما غنية هذي رفقتنا رفقت الجيل متاعنا خاصة في الالفينيات يكونا نتفرج في المباراة كل نسمو الغنية هذي انا كنت سئلتها على الغنية هذي وطلبت منها التفسير بكلماتها باللغة الانجليزية بالنسبة للصحافة الاجنبية نسموها تسريح خالف موسيقى موسيقى اختيت وشوفة صوت غالب لا أعرف سوية سوية تخلقون تقول عندك بقاش كبير حاضرة بيف اللي ما تشدون واتك هو شنو الصاير تول نشست خاترني خدمة جمعاتي نرجع الامينغلانز ميسيج دوران الامينغلانز تتحدث عن موسيقى تتحدث عن موسيقى تنينيجي تتحدث عن موسيقى تتحدث عن موسيقى أنا أعجب لا أعرف أنا أشعر أن الناس كانت تشعر وموسيقى أعتقد أن أعرف الموسيقى إنه مقابل طوال طوال ما أشعر لكن أشعر أنه موسيقى أعتقد أنه موسيقى عربية، فرنش، وإطاليا حسنا لا يا سيدي بيحامين غلانزا أسمع، حاسيتها كالكفار سببتك مانيها كي سألت السوئل لا، طبعا شوف أنس جيبر محبوبة من طرف كل الصحفيين هنا صحفيين الأجانب الصحفيين العربة اللي موجودين برشة الحقيقة في دورة كل واحدة عنده معها ترفة عنده معها حكاية عنده معها تفاعل من نوع خاص وتسميهم بالاسم وتعرفهم الناس الكل أنس جيبر تواجه كوكو غوف المباراة القادمة كوكو غوف لحقيقة مرشو كبير هنا أدخلنا في جدية كوكو غوف لما خفرت حتى سيد ربحة أفديفا، ربحة زيدانيسك، ربحة ياستراميسكا ربحة كوشاريتو الإيطالية كلهم مجموعات مقابل أسفر الآن سألت أنس جيبر على المواجهة القادمة على مواجهة كوكو غوف المصنفة أستاذة عالميا في البلان في المواجهة المباشرة كوكو غوف تتفوق على أنس أربعة أثنين على مستوى المواجهة المباشرة وآخر مواجهة كانت جامعتهم في كانكون في الـ WTA وفات ستا سفر ستا واحد لكوكو غوف آخر مرة أنس جيبر فاست على كوكو كانت في بيرلين على الأراضي العشبية سبعة ستة ستة اثنين بالنسبة للأراضي الترابية اثنين واحد دي فائدة كوكو غوف آخر مرة أنس جيبر فاست على كوكو غوف في الأراضي الترابية أو على الأراضي الترابية كانت في أمريكا في دورة شارستون ستة ثلاثة ستة التفسق ونسقط لها في البلان في الـ Confrontation كوكو متفوق عليك أكثر منك هذا ينجم يشكل موتيفاشن يمثل ممكن حافز لك للانتصار على كوكو قالت أنس أنها عندها كل الإمكانيات طبعا أنها تخلق كوكو غوف أنها تتفوق عليها وتمر إلى الدور النسبة نهيج تأكيد خدمة برشا أنس مع الستاف مع عيسام جلالي مع كريم كامون حتى فيرداسكو يعاون في أنس ميلاني مياق على مستوى الذهني ذكرتها أنس قالت أنه كان فيما تحذير خاص في الفترة الماضية يعني أنه أنش جبل خالد عنك في الفترة السابقة بعد إسابة ذهنيا ممكن تعبت شوية تعرف أنه مليع بيراو كيف دا ما ينجمش يقدم في المستوى المطلوب في المستوى يعني متعاودين عليه ذهنيا يتأثر برشا حسنا في رياضة كاميرات التنس اللي تعمل كان على روحك راو ما هو شبور كوليكتيف هكالي بيش تهز به وعندك شكون يغطي عليك زلق بفرقة راو في التنس نسمع التصريح البارح في الندوة الصحفية وشنو قالت أنت جايب على مواجهة كوكوكوكو من أول العام قادم تتريني أو سيخطو أخلا عملت تخير خبير بريباراتيون وكنت حاضرة في المومات هذومة كنت مستنى في جوغ ماتش بشي زيادتيني أكثر كنفوانس بشي ناجمتنا بشي ناجمتنا بشيئة 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 اللي خلووني بغمان كي تقول عندك باجاج كبير حاضرة بي في الموماتش هذومة ودك هوا شنو وصا يرتاوه ليس سعر ويمكننا مستطع عندما تعتقد شهرات وقد صادت وقادة في تقصد نعرف على الجمعات بشأن نحن حكوم بشيئة بشيئة أننا قدت بعمله وتعرضها وبشيئة تقلق فيari وفضلنا بشيئة وسأتي مما خلف مع شعرات إن شاء الله إن شاء الله نكون حادرة في المتش ليس كما في المتش وانا في صحيح كما لايجمت كما هي تنجم تقلقني واللي بشي يكون أقوى في الأخير يعطيها مصاحة ضغيما شوفت باشا تحادرين اليوم جي وشاجعوني باشا أكيد يعني كي تشوف الامبيانس كما هكا حتى يحاولوا بشي يشاجعو الأخرا تنجم بصوتهم بالغنية ان شاء الله هالسيوشانت على الاتيكاية تكون خيال أخيقة من عرش تخيش الاتيكاية يتباعوا هوني يسقطوا ان شاء الله أشوفوا استاد المعبي خطر نعرف الجمهوري نجميعهم باقيه كانت هذه الدكترانسيان أدوكم بتاع أنس جيبر قبل المواجهة أدور الرابع النهائي غدوة معنا وقت في ريفيو الماتش غلانز مزيل خالد إن شاء الله اليوم يهبط الوردر نعرف توقيت المباراة وين لكثيرين أن تكون في ليبشاتخية إن شاء الله الجماهير التونسية تكون حاضرة يعني قبلت برشة وينسا وبرشة وينسا كانوا اقتطعوا التذكر منذ مدة أسئلتهم على سويا قالوا لي تسعين أورو بلاسة ممكن أقل بلاسة يعني من ناحية السعر تلقى الفوق برشة في ليبشاتخية تسعين أورو برشة السوق السوداء ونحقيقة العبية تلوش في التذكر وتلوش في مواقع الرسائل إن شاء الله غدوة الكور في ليبشاتخية وتوزان لانغنين بونا نتصور أنه مشيكون في ليبشاتخية يكون كله توانسا وطبعا الغنية والإهزيج تنسي هذا طولنا قليلا 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 تفتق أسألتك عملة البوز لا نسألتك في عشرين ثانية هل كنت حاضر في المباراة التي تدخل في كتب التاريخ اللونغاروس وفاتما ثلاثة ونصف متى جوكوفيتش المتأكد من أن أنت ريقد وقت هل كنت حاضر خالد لا تكامل المباراة لا تكامل المباراة نعم نعم قليلا قلنا نتفرج بين ريال مدريد ونوفاك جوكوفيتش والحقيقة مباراة تدخل التاريخ ونصف بعد المباراة قال كيف نجم نرقد بعد الأدرينالين هذا كل ومنعرش كان ركزت يظهر لي بعد الساة الثالث ستافن جوكوفيتش علبة جوكوفيتش لا يوجد فيها كالجال اللي يتناولوا اللاعبين للتنس وحتى الرياضيين كما مثلا السيكليست والرياضات اللي ممكن فيها طويل برشة وبعد ما تناولها كالجال السحري جوكوفيتش تحول ونسبة الأدرينالين طلعت حتى التصريح والشهيد قال طويلة الأدرينالين طلع كيفيش نرقد طويلة الأربعة منتع صباح كان فما سهرية مرحبا نجي معاكم الأي سهرية في الوقت هذا بما أنه منعرش حتى نحكي قالت مباراة مضي ثلاثة ونص غير أربعة منتع صباح الحقيقة لا يشهل في برشة بالنسبة للعب كما نوفاك جوكوفيتش قال ويستعيد قويه استعلينا للمباراة القادمة أنت حكيت عن السهريات أنا لغالب كان جا عندي شوية وقت آخر أني حكيت على السهريات والأصدئة متاع السهريات متاعك في باريس اللي قادة توصلني أما بسحتك وصلنا الوقت الفاصل شكرا لك أمين جلانزا مباشرة من باريس في تغتية خاصة الراديو EFM لدورة رولونجاروس برعاية رونو فاصل صغير بعد شوية باش نحكيه على التصريح متاع كردوز و باش نرجعه على تدويج الريال مدريد بدور ريال ياراك فيش بيرا بيت الأبطال الأوروبية رقم 15 في تاريخه مرحبا بيكم من جديد 29 دقيقة الثنين 3 جوان 2024 مازالين نحكيه سبير مش نحكيه على التدويج بتاع الريال مدريد بربيت الأبطال الأوروبية رقم 15 في تاريخه مش نحكيه سيدة قبل على التصريح متاع كردوز اللي مازال يؤثير في الجدل في وسائل التواصل الاجتماعي و في البلاتويت متاع الأعلى ماي ويسان بن حسين سباح النور مرة أخرى سباح النور مرة أخرى كما قلت خالت بالفعل من الحاجات اللي يعني خلفتها جدل كبير بعد الدربي البيرح ومتابعات اللي صار بين الجمهور والأمن البيرح في رادس كانت التصريحات مدرب التراجر هذا التونسي البردوغالي ميجيل كردوزو في الندول الصحفية بعد المباراة كردوزو الحقيقة أول مرة نشوفوه من اللي يجيه بالغضبة ذيك بالطريقة ذيك منتاع مدرب التراجي كان أحكي على اللي صار وصفو بالحرب اللي صار البيرح وصفو كبيرة برشة وأكيد كلام كردوزو بشي خلف برشة ردودة فعلو بشي تحكي برش على اللي قالوا كردوزو البيرح ضعو وضعو بديو رشة والردودة للاحصة نحن 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 لك موسيقى 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 ونجمون اثنينك شكورة بريتو احنا اخويا عنا محلين وعنا الصحفيين مع كل بعض طبعاً ويحبوك اللي يسمعوا الكلام اللي يعجب الباجيت يعجب الباجيت مين باجمون اللي اسمع مين اتوه يعرف الكلام كتيراً ليش شعبية فيسبوك اي او برا على روحك ومكشد علينا اسميلة تيح وهذاك عنا شمعني اذاك اشعن عنا بوليسية تضرب في القازا كريموجين وجمهور يكسر في في رجيت وعننا مشاكل وعننا عارك هذك اشعننا احنا عنا غرور غير مفهوم في تونس احنا نشدوا للتنظيم بتاع مصر نفتقوه من بعض نشدوا كل الكوبدافريكي اللي قبل اللي فت في الكامرون ثلاثة جمعات في وسائل الاعلام التونسية الكل كامرون كاركيرة عملت على التيرانيت وعلى التنظيم وعلى الساميوليتو والمشاكل اللي صارت كل عام غين يا اكرا حتى هو في الكامروني نجم يقول لك هذك اش عندي حتى في مصر يقول لك هذك اش عندي زادا شنية هال المنطقة متاعها جوزت على خاطره ما هوش تونسي ما عندوش الحق ينتقد الحاجات اللي صارت ولي الكل انتقدناها البي حكاة هو كاردوزو حتى قال على اللي ديربي اللي فالبورتوغال يخلع بوطا ديزيكزون بقال تسير مو شاحنيت تسير حاجة قال عمري ماريد الشاي اللي صار اليوم قال عمري ماريدو في العالم احنا بيدنا قاعدين نقولوا فيه اذك عليش انا قتلك نمشي مع كلامة كاردوزو اكثر عليش خاطر حتى مع زمالي صاحفين قبل ما يدخل كاردوزو العبيد الكل اللي صار هذا واللي صار عيب ومش معقول قالوا كاردوزو ولا غازل وفضيحة في تاريخ كور القدمة التونسية بعد تبدلت المعطيات بعد ما تكلم ميجيلا كاردوزو هاي سيدي اختانى من تونس اختانى اخويا خاطر كور تونس تعايف شوي اما فما حاجة اخرى تعايفك في العالم زيادة اخويا الريال مادرية ريال مادرية معناها عندي ماء للريال ياخويا في الدوني ياخويا في مصطو ياخويا برشا والله برشا معناها انت تتفرج المالش اكيد اثنين بشاي ميتان لوليو في اربعة بلايش دورتمون داني حكيتين في بلاستو وتعرف ترافيه السيناريوم ترافيه السيناريوم تحقق اضرب 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 راي الريال بش تربح في الاخر صحيح كما كنت تحكي ساعة خلنا نذكره العباد نهار السبت ريال مادريد توج باللقب 15 في تاريخه نحكيه على ربط الابطالة الاوروبية ريال مادريد اليوم بدون منازع سيد الدورة هذه نحكيه على الشامبيانز ليغة الاوروبية يعني تقاليد كبيرة لريال مادريد في البطولة هذه ريال مايرحمش في الشامبيانز ليغ خاصة في الفينالات قليل ويخص الفينالات لعب اخر تقريبا اربعة اخر ستة فينالات في عشرة سنين هزهم الستة نسبة نجاح يعني كيتلعب كيتهز مية بالمية ستة على ستة يعني نسبة نجاح كبيرة برشة للريال قدم منافسين نحكيه على اتلاتيكو مادريد ليبربول اليوفي كيف كيف دورتمود لعب مع ليبربول مرة اخرى يعني منافسين كبار ولكن الريال بنفس السيناريو تقريبا السلاح فتاكة يفهم حاجة غير مفهومة يفهم حاجة غير مفهومة يفهم حاجة غير مفهومة يفهم ابداع كارلو انشيلوتي كيف ملابية دوران كاليته الحقيقة متفاهمين الريال قوية ويكيب كيس حي يسر وتوسكوت يو عما فما ريب سيت زيدة معناها الكورة ضربت على البوتو متاع نسيت اسمه كورة ضربت على البوتو مش خط الريال تعرف تكوير خطر ريال زر وكاو حتى كان يوفى أربعة بشي الماشفو فيش صحيح تاي صحيح حاجة اللي صارت متاع دورتمون تضرب 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 تمركبون تو كورنير غلطة بداية وفايل ماتش معناها تحس اللي هيك البونية ما عنده ريال ما عادش عنده القدرة انوية قوة الريال والفرق بينها وبين البقية الجامعية كنرجع نفس السيناريو براتيكمون في الديمي فنال كونتر الباييرن كيف كيف مباراته ضد مانشستر سيتي كاليورو تور رزوز مباريات تاريخية ريال كذ يعني كان وفي العددو كما قولوا كما قولوا نحكيوا على برشة ريوسيت برشة ملعبية دو جران كاليتي يخال الدرات ملعبية كاليورو اليوم 3 جوان 2024 ستحلو على ريال مادريد لعنت كيلان مبابي لعنت كيلان مبابي في الريال ما يشمش شهد الشامبيونز ليك دو بلوس هذه كانت اخر ربيت ابطال اوروبية في صيغتها الحالية بارتين من عام الجاي 36 ايكيب كل ايكيب تلعب ثمانية مات شوية مش ستة مش اليروتور ثمانية ايكيبات مختلفة ثمانية الويلة ثمانية الويلة يترشحوا ستاش يلعبوا درشنو وحسيلوا تدخل بعضها مش تكون دخل بعضها الامور ربما عام الجاي تتبدل امو اما انا قلت لك حاجة لعنت مبابي مبابي عمرو ميهو بشي هز ليك دي شامبيونز مع ريال مادريد وسنتحاسم بالنسبة لي مدامك في ريال مادريد بمبابي بغيره سؤال اخر ايه فينيسيوس ولا بيلينجام بالاندار ايه فينيسيوس 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 عليه بيلينجام شوية ايه نحكيو عال اللي فينيسيوس كانت اكثر بالنسبة لي معنا موافق ما اللي بشي يحسم في الحكاية هو مشاركة فينيسيوس في الكوبة امريكا ومشاركة بيلينجام في الكوب دوروب كان بيلينجام يهز كوب دوروب ميفوك الوحيد واحد مرسي بكو يسين عايشك مرسي بكو احنا مازلنا مواصلين في الماتينال سيد ديس على ايه فمش نحكيه على موضوع الحقيقة مشكورة جدا 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 رجل حمروني اللي حبت تحكي فيه حبت تترقله قتلي راهو كينمشي للشط ما نلقى حتى حتى بسوار حتى وسيلة بش نهز اي شخص من ذوي الاعق على هدايا حبت تحل الموضوع في الدوسي طالما تينال من السبعة للعشرة انتع صباح خلع بدي صباحين مرة اخرى خال تحية ليكو لكيفت المستمعين الحقيقة هو مش اينا فقط جبت الفكرة وصحيح اللي انا مملي دخلت للدومين هذية نحاول ما ننسيش النيس اللي بتدخل القوانين ما نسيتهمش ولكن ما هيش قادة تطبق بش تعطيهم حقهم كي ما تعرف خالد قوانين العالم الكل يسر محليها كيتشوفها مكتوبة كيتعمل عليها طالة انا ويك بتدخ والاغلبية كيمشيوا البحر ما يلقاوش حتى تعب ما يلقاوش حتى قلق بتدخ الاقلق متيعنا نمشي للإكسترا وينا نتقلقوا من سوم الباركينج اي بولا اي اي حسنا حاجة اكيز معناها حاجة البسيطة اللي هي مواطن شخص انسان يمشي للبحر بيه بالاسبوع الفارك اللي حسنا حظي بتدخك ان ضيفي في كاتج بلوس رئيس جامعية ابسار سي محمد منصوري وعملت طالينا مرة اخرى على الباج لانه مش اول مرة نتعام مع جامعية ابسار وشفت الحاملة متاع مع بعضنا نوصله ليش بش نحكي انا يسر ولكن هي مبادرة لدعم حق ذوات وذوي الاعاقة بش يوصلوا للبحر كيف هم كيما اي شخص يتمتع بكل حقوقه في تونس كل تفاصيل على المبادرة هذية شكون بالضبط المعني بها وشنوه اللي بش يصير شنوه اللي طالبينه من خلال المبادرة هذية معانا مباشرة عبر الهتف مشكور جدا سي محمد منصوري رئيس جامعية ابسار فناخد من عنده كل تفاصيل الاسباح يسي محمد اصباح النور اصباح الخير ليك يا اريش وسي خالد وكل العاملين والعملات في ذاتها فهموا ايضا كل مستمعين وصمعات هذية الهتف شكرا لك على تدخل معانا شون نجمو نعرفو على الحملة والمبادرة متاع مع بعضنا نوصله شكون معني بيها وشنوه التهذف بالضبط هي الحملة جيت لما متى لسحاداتهم اللي اعاقة تشكلوا او تظلموا او انه في عموم المشهد تقام غايدين لسحاداتهم اللي اعاقة اللي في السيف هم في عموم السنة محرومين من الترفيه ولكن لما يجي السيف اللي هو نعتبره اللي الشرط اللي هو اقل تكلفة للمواطنين التونسي مش يمشي يتفرهد مش يمشي هو اتفاله ولكن يكون عنده طفل او بنت من ذواته اللي اعاقة خاصة اللي يتحركوا بكورسي متحرك بانه يلقى اشكال كبير وخصوص للرمان صحيح بعد ما يصل للرمان ما عاش ناجم يتعدى ويستحقه انه الناس تعاون وترفع الكورسي بشخص من ذواته اللي اعاقة وهذا اه في القانون في الحقوق في المشهل هو ضيم هو متهم ظلو بالاشخاصات الغرقاء حيح ايضا اه نحن اشخاصات الغرقاء بسارية مخدرشو البحار اذي علينا كل رفال رفال اللي نعملوهم بكل في السنة حتى العصان تانا اللي نستعملوها ما عاش عنده حتى انديكاسيوم حتى بانه كل ولي رمانو حتى نحس فو بيجي تفتوح وبالتالي احنا متى في الحملة انتعنا هذية اه نتعبوا بانه احنا كمواتنين ومواتنين نحبوا حتى احنا ننشو معكم الظهر وننشو كل كلام اللي نعنش وكل كل كرامة نحب نوصل معاك ونغادر حتى انا ونغادر نحب دولتنا كما هي بساطة كما قلت سيادتك وخالت قال لك انه الاتفاقيات الدولية والقوانين والشريعات والكليم السياسية حلوة عليك لك كمشو سيطران اب نقال حتى نتعبوا بان يكون على اقل في كل معتمسية في ساحلية وفي ممشى الممشى هذية محترم لخصوصيات معاينة معاينة هي دولية مش مش اخفوها احنا هي موجودة وايضا ان يكون الى جانب الممشى كل ما يتعلق بمسائل البحر كما قلوا احنا الاتوالت وقلوا احنا البستير والدوش انه تعفوا مليحة رسيتنا شخصة تضريع اقل تعفوا مليحة للناس عندنا متى خاصة لضوية العقل الحركية محتش كل ما نشي تحرك افضل متى هل تقدموا نساقوا محمد هو في كل المعتمديات معاينة حتى ممشى خاص هذية لانه شفنا قبل وسابقا عفوا نسي محمد مبادرات من المجتمع المدني شفنا حتى تصاور محليهم وقتها منعنش مصيرهم اسكي قاعدوك الممشى هذية كما زيل موجود ولا ما عانيش كامبليت مو حاليا شوف ثم الممشى اللي اعتبرو انا الممشى جد ان هو في حمام الله وقع المحظ عليه باللاحظة بتاعه كل متى بالدولات بالفستير بالممشى وحتى مش يقولوا للناس ان الممشى هذية حتى المصنين يستعملوه اكيد وحتى مثل النساء تجيب كل متى بالبوسات بتاعولادة يستعملوه متى الممشى مش ليه لها بركة فقط تمو بديت حلوه كما قلت انت كانت موجودة لكن الاسس متوقعش سيامتها متوقعش تعاهد بها وبدل اندفرت مثلا اخرى وهنها متى المؤسسات المباشرة هي متى وكالة حيامات الشاري الساحلي ولي كان فم المبادرة اسمها الشطوط الزرقاء تمو متى المبادرة الدولية الشطوط اللي كنت احترم من نفاذ الشموليث المواطنين المواطنين كان يسند اليها راية ذرقاء وراية هذي كانت ذل اللي هي متى شرطة نجم الناس كل تبشيلوا بكل اختلافات مثلا اخرى حب اعرج عليها وكتولي عنها شطوط كم هكا سمى سياحة العالم اسمى سياحة الاشخاصة وتبالي عقف وسياحة هذية وسياحة مسلمين وسياحة الوردريتي وراء بلادنا متى كانت بقتل عند التوجهة مثلا هذي وفيه فلوس فلوس وكتولي كانت تحكيوه كفاد وتحكيوه في متى ديفيز راح نسحقه هاد اقتصاد وديفيز اراه كيف متى كانت خاد خبيرة ما تلوجوه على الليكس برشة باركينغ وحاجات بلايك مش موجودة وكليه هكت الاساسيات الاساسيات هذيه مبعدين نجلدوا عليها بقيي النقطة الية أستاذنا على خطر اللي بشي يقولك ما عندي لشك فلوس بشنام باش نانفستي في حالات كيمه هك تقول هو انتي ليه رأى كانت عمال انتين انفستي سمعه رأى رأى روتور شددته بشي دخلك فلوس لحكيه تبيع الآن تتعرف حاجة اللي المواطن من ذوطة دولي عاقة الأوروبي خاصة أمريك كذلك يكلف سبعة مرات بدون خارج الإعاقة السائح يعني يقومون بسبعة مرات المال وخاصة أننا في الأسف فنادقنا والنظوم بتاعنا تقريب ممكن ثلاثة بالمئة تقاهم فنادق مهيئة لإستقبل أشخاصها تضعك تعرفين معنا حتى نسبح من المئة بشي يستقبل أشخاصها والإعاقة حتى نسبح دوكتر جان نجمونا بجوم الغادي هناك نقطة من بكر نسمع فيك أنت وأريش هناك نقطة عملت لي جدل في مخي يجينا نعملو دي باسوار في كل المعتمدية أنا زادي ما نحبش نمشي وفي اثنية أنه ذوي الإعاقة يقول لي عندهم بحر واحد فهمتني شنوه نقطة ده معناها كل أبلاسة معينة ليه نحب معناه إذا كان أنت أتفاض هو سي خالد هو نحن مدعو إلى الشمولية ليس بعد الشمولية إذا بحر يكون مهيئ لكل المواطنين لا تعرف مريح مثلا ماش أسرة في تونس ولا الحومة في تونس ما فيها الشخص من الزوجة الظبريعة خبه إحنا الأسرة كتمشي وإلى المؤسة التربوية وإلى الكشافة وإلى المصايف وإلى العائدات تعرف لي أنا مره جايلي التليفون من الدبلوماتي عشنا بي يقول لي عندي قريبتي عندي حركية بتنقل بكرسي حاشت بحاشت بسيارة تنقلها لأنه متنا نجمش تاقف على الكرسي تنقلها بكرسي بكلها وحاشت بأماكن نجمش تنقلها بسيارة تنقلها صدقني لا نجمش تنقلها أيهو فقط بش نوضحوا للخالد وبتدخل حتى المستمعين اللي صار لهم لبس من خلال السؤال اللي جاوبتنا عليه روهوك نقولوا ما مش موجود على أقل في بحر من كل معتمدية مش يعني البحر هذيك بشي ولي خاص بذويت وذوي الإعاقة ولكن على الأقل اللي بشي قولك تهوما والمحطات مطيعنا مهيش مهيئة أصلاً يعني عليش دجا اليومي ذوي الإعاقة في تونس الصعيب نزيد حتى الترفيه في الصيف يكون أصعب يعني عليش قلت لك خاطر انديك إذا كان انتي بشيت الموام شيت البلوس فهمت طميع شوية معناها خاطر إذا كان مش تعمل باركة فرصة ما بشي مشي ما ينجم ويمشي وكان البلاسة هذيك فهمت نحن نستطيع أن نستطيع أن تعمل باركة فرصة وكل البلدية هنا تعمل باركة فرصة وكفرية البحر باركة فرصة لذلك سيئة العملية ليس معقدة كيف تفعلها صدقني يا خالد حتى تكفيش المادية اللي يحبوا يحكونا فلوس تكفيش المادية كلام فرصة إذا كانت المادرية للبني اللي لا يريد أن تصل على البني يجد هنوها دهائن معين يغانفوها دهائن معين يعني السوق نفس الرمل ويمرها في عشر سنين وعشر سنين شعر سوك يرجع ويخدموها وكما قتلت راهو إذا تحب فلوس تحبت لها مصحة وفلوس تشترجع لك صدقني ودخل على فلوس تشترجع لك فلوس تشترجع لك فلوس تشترجع لك وفي أزمة خاصة في الأزمة مع روسيا اللي مثلا الريتريتية وموثلين في أوروبا يبعثوا ليسهم للمغرب يقضوا في الشهرين في الثلاثة لأنو حتى التكشة انتحها متونخية مراكش اللي هي مدينة مدينة المغرب هي كلها مهيئة بطريقها بالموصلة انتحها لأنو عليش لأنو يحبوا يأخذوا النصيب المزيح المزيح واحنا نقول له سياستنا في تونس بساحة نحبوا نعملوا السياست ندخل بايله فلوس ونحبوا نعملوا التقرير ذاتي ونحبوا نعملوا بعد السياست الداخلية حرة السياست هذية تركب لو عندك برشة مثل استثمارات اللي انت متتبهين هاش فلوس اكثر من اي استثمار اخر تعوتنا للبلدية تلك ولكن ما قلت سياستيك لو ما عايش عنا ملتك بلدية البلديات الجمعيات للمؤسسات انو تفكر فينا وتفكر في الاخر كيفاش نجم يعدي فيه شكرا لك سي محمد يعطيك الف صحة سي محمد منصوري رئيس جمعية ابسار على تفاصيل حاملة مع بعضنا نوصل وعملت انت اشارة فيه علاقة بالبلديات ولكن في اتار تواصل لليباج على غيزو السيوم بتاع جمعية ابسار موجودين حتى المواطنين من البيدرات الشخصية ينجموا يعاونوا فيه مرحبا بكو ريس حمروني على الشواء متاع السيوجي متاع اليوم احنا فاصل صغير بعد شواء مش نمشي ومحمد علي الفرشيشي في ومرشي مرحبا بيكم من جديد تسعة وخمسين دقيقة الثنين ثلاثة جوانة الفين واربعة وعشرين كيل عادة لقيت هذه مش نمشي ومباشرة تن المحمد علي الفرشيشي في وجه السوق مرحبا دليل سبح النور باح الورد والياسمين ليك وكل المستمعين مرحبا بيك خالدوا وبدأ مع انت يقرب عيد الابحة المبارك مثلا يكون مبارك على الامة الاسلامية احنا جينا للرحبة بتاعتريكة الوحوم مع انت الرحبة الاصلية الرحبة الكبيرة متاع تونس العاصمة بش نشوفوا الجورت متاع العلوش بين القوصين انت تعرف اللي يساعدوا الحوم الحمراء اللي بتاعرس بكثة واربعين دينار بنسبة العلوش مع المنع مع انت زبحان الانثة في فعامة بشي كله انعكاتات ايجابية خاصة بحكاية الزبح اللي بتاع الانثة لانه برشة بشي يساهم على القل انه يحسن القطيع متاعنا هذه هي حاجة ويزيدك لشاركة اللي حوم من النهار السفر بيش تهبط تقريبا اربعالاف اضحية بيش يجيبوهم لانه بيش يساعدوا بواحدة وعشرين دينار وتسعمائة مليم للكيلو من النهار السبت الجاي ان شاء الله والكل تحكي مع الشيطارة في فنجازيا يقول لي العدد ذاك قابل انه يرتفع بالنسبة للأسعار اليوم انا استيجيت هنا هي نلقى الأسعار ما بين سبعمائة وخمسين توتل حتى زيود الله مثل الماس الكبير واللي العارفين المالية يقولولي بماسة ذاك يمكن من اهنا الجمعة الزايرة وبخيبط اذا كان شاركة اللي حوم وهذا كان بخيبط السعر متاع هادوها الأسعار الموجودة البرشني موجودة بخمسة مئة وخمسين دينار للبرشني الواحد ايه 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 يأكذب عليك. 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 في EFM TV. وشكرا مرة أخرى لكم. تومي اللي سمعتونا من السبعة متع صباح. بعد شوية جيكم كوث البارتي. في دارنا العزيزة. نهاركم زين وتحياتي.